مساء الخير والسعادة والبهجة مساء مصري جميل على حضراتكم لقاء جديد وحلقة جديدة من برنامجكم افتح باب البجزي ما عودنا مع بعض بنناقش كل القضايا اللي بتهمنا وبتشغلنا والنهاردة حلقتنا حلقة خاصة جدا لكن خلونا قبل ما نبتدي في موضوع الحلقة أو تفاصيلها نستعرض أهم الأخبار اللي حصلت النهاردة خلونا نبتدي ونقول أن السيد الرئيس عم فتاح السيسي استعبى لليوم السيد ديفيد كاميرون وزير خارجية المملكة المتحدة وذلك في حضور السيد سامح شكري وزير الخارجية وحضور اللورد طارق أحمد وزير شؤون أشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية بالمملكة المتحدة وبالإضافة إلى السفير البريطاني بالقاهرة صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الوزير كاميرون سلم السيد الرئيس خطاب من رئيس الوزراء البريطاني قدم خلاله التهنئة للسيد الرئيس بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لمصر مؤكدا حرص بلاده على مواصلة تعزيز التعاون والتنسيق مع مصر في مختلف المجالات وفي هذا السياق أيضا تطرق اللقاء إلى تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين حيث تم استعراض جهود التعاون القائم في جميع المجالات أضافة المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول تطورات المشهد الإقليمي حيث وجه وزير خارجية المملكة المتحدة الشكر والتقدير لدور مصر والسيد الرئيس في صون الأمن والاستقرار بالمنطقة فضلا عن الجهود المصرية المكثفة على المصارين السياسي والإنساني تمام يبقى ده أول أخبارنا النهاردة مازالت التهنئات ومازالت التحايا بتوجه للسيد الرئيس بمناسبة عادة انتخابه لكن قبل ما نكمل تفاصيلنا بده خلوني أقول لكم برضو أن النهاردة سيد الرئيس عقد اجتماع تاني مهم جدا بيجتمع بالدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء والمسؤولين ليه سيد الرئيس اطلع خلال هذا الاجتماع وتابع تطورات عدد من المشروعات القومية اللي بتنفذها وزارة النقل وخاصة مشروع جرجوب التنموي اللي بيستهدف تحويل المنطقة المحيطة بميناء جرجوب التجاري إلى منطقة اقتصادية خاصة والاستفادة من الميناء لإنشاء نافذة جديدة للتجارة الخارجية سيد الرئيس حتى أثناء فترة المعركة الانتخابية كان دائم المتابعة المشروعات القومية والخطط والمشاريع اللي بتتنفذ لأنه ده يعني المسلك الطبيعي اللي احنا تعودناه من السيد الرئيس عفتاح السيسي أن يهتم ويكترس ويعني يبقى متابع بنفسه كل التفاصيل لكل المشروعات اللي بتتنفذ على أرض الوطن لصالح الوطن ولصالح المصريين الاجتماع كمان تناول أحد المشروعات ذات الأهمية الكبيرة اللي هو مشروع انتاج وتصدير الهايدروجين الأخضر وذلك مع التحالف اللي بتقوده شركة دامي البلجيكية طبعا عارفين احنا لما عملنا كوب 27 في شرم الشيخ كان فكرة الهايدروجين الأخضر دي فكرة مهمة جدا ومصر قدمت فيها يعني جهد كبير لأننا في النهاية بنوصل أنه يبقى عندنا مشروع لإنتاج وتصدير الهايدروجين الأخضر بالتعاون مع الشركات والاستثمارات الأجنبية سيد الرئيس وجه في هذا اللقاء مع كل اللي كانوا قاعدين حضرين اللقاء ومعنيين بالأمر على أهمية العمل على تنفيذ المشروع على الوجه الأمثل وأكد الدور الرئيسي لعملية تطوير المواني في تعزيز الرياضة المصرية كمركز دولي للتبادل التجاري وتقديم الخدمات اللوجستية سيد الرئيس عقد زي ما قلت النهاردة اجتماعين مهمين واحد مع ديفيد كاميرون بكل التألفيه واحد تاني مع السيد مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وعدد من الوزراء المعنيين طبعا أنا أشرح ليه ما احنا نشوف الفيديو اللي بيستعرض مادارة في الاجتماعين لأنه مهم جدا نشوف إيه اللي حصل بصرف النظر عن الكلام اللي أنا بحاول ألخص فيه الأمر يلا نشوف الفيديو مع بعض استقبل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي السيد ديفيد كاميرون وزير خارجية المملكة المتحدة وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية واللورد طارق أحمد وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة خارجية المملكة المتحدة بالإضافة إلى السفير البريطاني بالقاهرة جاريث بايلي وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الوزير كاميرون سلم السيد الرئيس خطابا من رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك قدم خلاله التهنئة للسيد الرئيس بمناسبة إعادة انتخاب سيادته رئيسا لمصر مؤكدا حرص بلاده على معصلة تعزيز التعاون والتنصيق مع مصر في مختلف المجالات وفي هذا الصياق تطرق اللقاء إلى سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين حيث تم استعراض جهود التعاون القائم في جميع المجالات لسيما على المستوى الاقتصادي وزيادة الاستثمارات المشتركة والتبادل التجاري بما يحقق مصالح الشعبين وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول تطورات المشهد الإقليمي حيث وجه وزير خارجية المملكة المتحدة الشكر والتقدير لدور مصر والسيد الرئيس في صون الأمن والاستقرار بالمنطقة فضلا عن الجهود المصرية المكثفة على المسارين السياسي والإنساني في إطار الأوضاع الراهنة في قطاع غزة وفي هذا الصدد تم التوافق على ضرورة التوصل لوقف مستدام لإطلاق النار ونفاذ المساعدات الإغاثية بكميات كافية تلبي لاحتياجات الإنسانية لأهالي قطاع غزة بما يضع حدا للمأساة الإنسانية بالقطاع كما شدد الجانبان على رفض تهجير الفلسطينيين من أراضيهم وأهمية العمل على عدم توسع دائرة الصراع وامتداده إلى مناطق أخرى بالإقليم كما أكد السيد الرئيس ضرورة طلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته في تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الأوضاع في قطاع غزة بالإضافة إلى العمل بجدية وتصميم على التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية من خلال إنفاذ حل الدولتين كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق كامل الوزير وزير النقل والفريق أشرف عطوى قائد القوات البحرية والفريق أحمد الشادلي رئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وقد اطلع السيد الرئيس خلال الاجتماع على تطورات عدد من المشروعات القومية التي تنفذها وزارة النقل وخاصة مشروع جرجوب التنموي الذي يستهدف تحويل المنطقة المحيطة بميناء جرجوب التجاري إلى منطقة اقتصادية خاصة والاستفادة من الميناء لإنشاء نافذة جديدة للتجارة الخارجية والصناعات الحديثة في شمال غرب مصر حيث عرض السيد وزير النقل مكونات هذا المشروع التنموي الضخم الذي يستهدف استغلال مميزات المنطقة في إطار شامل يتضمن تطوير الميناء والتنمية العمرانية والصناعية للمناطق المحيطة به والاستفادة من المشروع لإنشاء منطقة لتوليد الطاقة المتجددة فضلا عن استغلال الواجهة البحرية للمشروع كمقصد سياحي وذلك بهدف تنمية الصناعات الحديثة وتطوير الأوضاع الاقتصادية لسكان المنطقة ولإقليم مطروح بالكامل من خلال إنشاء منطقة مصانع ومركز للأعمال وأحياء سكانية وخدمية جديدة فضلا عن فنادق ومنتجعات سياحية كما تناول الاجتماع في هذا الصدد أحد المشروعات ذات الأهمية في إطار خطة التطوير وهو مشروع إنتاج وتصدير الهايدروجين الأخضر بالتعاون مع التحالف الذي تقوده شركة ديمي البلجيكية حيث يبلغ إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المشروع 26 مليار دولار خلال الأعوام المقبلة وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس وجه بمواصلة العمل على تنفيذ المشروع على الوجه الأمثل واستغلال خصائص المنطقة بما يتفق مع احتياجات الرؤية التنموية والاقتصادية لمصر وخاصة التركيز على الصناعة والتجارة وجذب النمو السكاني إلى المنطقة مشددا على أهمية مراعاة المعايير العالمية المرتبطة باعتبارات تخطيط المناطق الصناعية وحماية البيئة ومؤكدا الدور الرئيسي لعملية تطوير الموانئ في تعزيز الريادة المصرية كمركز دولي للتبادل التجاري وتقديم الخدمات اللوجيستية بما يحقق الاستفادة المثلة من موقع مصر الجغرافية وبما يتكامل ويدعم الخطط التنموية للدولة لأحداث مهضة شاملة في مصر ومازلنا بنعيش أجواء نتيجة الانتخابات الرئاسية عشرين أربعة وعشرين برح كنا عاملين حلقة كاملة عن هذا الموضوع من ضمن المواضيع التي تطرقنا لها وأشرنا إليها موضوع التهاني اللي وصلت أرسيد الرئيس عفتاح السيسي من رؤساء وزعماء دول العالم والمنظمات الدولية من الشرق ومن الغرب كل الدول علاقتنا بيهم علاقات وطيدة وعلاقات شراكة استراتيجية كل الدول كانت بتهنئ الرئيس بانتخابه رئيسا لمصر ستة سنوات قدم الحقيقة ضمن التهاني أنا بس عايزة النهاردة أقف أصد أمرين أمر عليهم وأشير إليهم عايزة أقول أن من ضمن التهاني التي وصلت للسيد الرئيس عفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الرئيس التركي رجب طيب أردغان الرئيس التركي وجه التهنئة للرئيس السيسي على إعادة انتخابه لفترة رئاثية جديدة والرئيس السيسي ثمن اللفتة الطيبة من الرئيس التركي رجب طيب أردغان على هذا الاتصال في نفس الوقت اتصال الرئيسين تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية وزيادة مجالات التعاون بين الدولتين بما يحقق مصالح الشعبين أيضا اتصال الرئيسين تناول التباحث حوالين تطورات المشهد الإقليمي وخاصة جهود وقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية في قطاع غزة كمان في اتصال هاتفي تاني من أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير دولة قطر قدم التهناء للرئيس السيسي على فوزه بولاية رئاسية جديدة أمير دولة قطر أكد حرص بلاده على استمرار العمل المشترك بما يعود بالخير على البلدين والشعبين الشقيقين الرئيس السيسي سمن اللفتة الكريمة من أمير دولة قطر وأكد مواصلة مصر العمل لتعزيز التعاون السنائي بينهما في كافة المجالات أخبارنا السياسية يعني انتهت وحنتلع فاصل ونخش على الشتاء وعلى رأي فريد الأطرش وقادي الشتاء يطول ليالي بعد الفاصل ساعة لربع ساعة لربع بالزبط وحيبتدي فاصل الشتاء أيوة ما هو فاصل الشتاء في مصر وفي الجغرافيا بيبتدي يوم 22 ديسمبر يعني بكرة بكرة الجمعة 22 ديسمبر هنبتدي فاصل الشتاء وبما إن بكرة هيبتدي بعد ساعة لربع بالزبط فأنا حب أبشر حضراتكم إن كل اللي كنا فيه حاجة واللي هيحصل ويبتدي من الجمعة 22 ديسمبر حاجة تانية هيبدأ فاصل الشتاء 88 يوم و23 ساعة دقة رهيبة كان زمان المصريين بيعتبروا إن الجغرافيا بندرسها في المدرسة ربيع خريف صيف شتاء ده بتاع القبلة بتاعت الجغرافيا لكن مصر صيف وشتاء صيف أول من الجو يحرر والعساكر تصيف يبدأ الصيف لغاية ما الشتاء يجي وأول ما بس الجو يبرد هسه يبتدي الشتاء وبين فوقهم في السنين الأخيرة مع التغيرات المناخية بقى وقال لك الأزون مش عارف إيه إن السنة بقى فيها أربع فصول لكن المصريين زبطين دماغهم ونفسيتهم وقلبهم على إنه أول مصيف الجهنم يقلص أول ما سبتمبر يخش نبقى دخلنا في الشتاء ويعودوا طول شهرين سبتمبر أكتوبر نوفمبر والغاية دلوقتي كده اللي فاضل لنا أربعين دقيقة كوا الشتاء فين؟ كوا الشتاء ما جاش ليه؟ وما للشتاء حر كده؟ ولا ننزل الشتوي ولا نطلع البطاطين أصل الشتاء أصل الشتاء وبعدين يكتشفوا إن يوم 22 ديسمبر ابتدى الشتاء اللي بحق واللي كنا فيه ده خريف والخريف كانوا زمان يقولوا نلبس في دوم خفيفة تصلح كده ما بين الفصول إنما الشتاء اللي بجد بقى تمانية وتمانين يوم وتلاتة وعشرين ساعة أنا وأنا دخل الستوديو عايز أقول لكم كنت لابسة بلتو ولابسة أنا مش عارفة هو لسه اسمه زعبوت ولا بقى اسمه آيس كاب يعني إحنا كنا فين وبقينا فين مهم يعني كنت مغطيها دماغي وداني بتصفر وبشرب ينسون باللمون والبرد حيشتغل أصل الشتاء حيبتدي الشتاء ده موضوع كبير أوز طبعا سيبكو من خناقة الصيف والشتاء وحزب الصيف وحزب الشتاء وناس تقول لك يا رب الشتاء ما يجيش مش عارفة إزاي ما يجيش وناس تقول لك أصل الصيف ألز ألز بس الشتاء لذيذ في حاجات والصيف لذيذ في حاجات والربيع والخريف لكن في النهاية الجغرافية ليها أحكام اللي بيحبوا الصيف بيقولوا لكم والنبي بلاش البرد وجو فيروز والشوكولاتة السخنة والبطنية وعشان ده إحنا بنعيا وبنمرض والبرد بيهد حلنا أما بقى بتوع الشتاء اللي بيكرهوا الصيف برضو بيقولوا يا رب ما يجيش مش عارفة ما يجيش إزاي إنما يعني هناخدهم على قد عقلهم يقول لك يا رب الصيف ما يجيش أصله حر وتلزيق يقولك بس أجازات وفصحة يقوله بس أصل الشتاء برض يقوله بس كله رومانسية وعواطف حد يغنى للصيف آه سمير صبري يغنى في الصيف لازم نحبه لكن في كام واحد غنى للشتاء لما الشتاء يدق الببان ودي الشتاء يا طليالي أصل الشتاء رومانسي لا الشتاء كئيب لا الصيف فرفاشة لا الصيف حر وتلزيق لا الجغرافيا حتمشي على الكل صيف وشتاء وربيع وخريف طب أولا عشان نقول هو إيه اللي بيحصل دلوقتي بعد أربعين دقيقة كيف سيبدأ الشتاء معانا اتصال تليفوني من الدكتورة منار غانب عضو هيئة الأرصاد الجوية مساء الخير يا دكتورة مساء الخير على كل سيدة المشاهدين أهلا وسهلا أهلا وسهلا دكتورة الشتاء حيبتدي بعد أربعين دقيقة بالضبط يحصل إيه بقى؟ طب ما إحنا كنا مشتين بقى لنا شهرين هو بالفعل يمكن إحنا من أمس وأول أمس وممكن نخلل الأيام الماضية اختلف في الصيام درجات الحرارة من يوم للتاني وبين فترات النهار وفترات الليل لكن يمكن إحنا بدأنا النهاردة وحطل عين hoy الصبح كده بدأنا نحس بانخفاض قيم ضربات الحرارة يعني إحنا مش لازم عشان البداية الرسمية الفصل الشتاء ان شاء الله يعني بعد أربعين دقيقة يكون انخفاض قيم ضربات الحرارة بدأت مع بداية الرسمية الفصل الشتاء لأ إحنا متعودين إن شهر 12 رغم إن شهر 12 أول 12 أو 13 منه بيكون في الخريف لكن بيكون فيه انخفاض قيم ضربات الحرارة اه معظم ايام شهر اتناشر بنحس فيها بالاجواء الشتوية اكتر لان احنا دايما عندنا كده مقولة ان الفصول الانتقالية بتاخد من الفصولة القبلية والبعدية يعني اه فاص الخريف من الفصول الانتقالية فياخد بعض سمات فاص الصيف ايه ونهيات الخريف ياخد بعض سمات فاص الشدى عشان احنا كده في جمهورية مصر العربية دايما بنحس ان فيه اه يعني صيف وشدى ما بنحسس ان فيه ربيع او حتى فيه خريف لسبب المقولة دي دايما عندنا كده النص الثاني من الخريف نلاقي في بعض سمات فاص الشدى تمام دكتورة اتفضلي اتفضلي يا فن اه خلال الساعات اللي جاء طبعا بيبقى فيه مزيد من الانخفاض في قيم درجات الحرارة كل ما بتقدم في ساعات الليل اكثر كل ما قيم درجات الحرارة بتنخفض خاصة في فترة الفجر وفترة الصباح الباكر الى وقات دي الاجواء فيها يكون اجواء ما بين باردة الى شديدة البرودة الصغرى فترة المتوقع ان احنا نوصل على القاهرة الكبرى 14 الى 13 درجة مقوية الصغرى يعني دي اقل درجة الحرارة هنسجلها خلال الساعات اللي جاية اه لو انا في مجل جديد او اماكن مفتوحة احس كمان قيم درجات الحرارة اقل من 13 درجة مقوية حسين والله يا دكتورة حسين جدا احنا هنا يعني اقل واقل واقل فضالي فضالة كمان في نشاط الرياح نشاط الرياح عامل مهم جدا في احتاسي بقيم درجات الحرارة يزي نصف كده بنقول المحسوسة بسبب الرطوبة او تعرض اشعة الشمس برضو في الشتة دايما عندي المحسوسة نتيجة احتاسي نتيجة وجود نشاط الرياح بحيث قيم درجات الحرارة اقل كمان انخفاض نسب الرطوبة يخلينا حس بقيم درجات الحرارة اقل دكتورة منار يعني هل هيئة الارصاد الجوية بيبتبقى عارفة ان خلال الثمانية وتمانين يوم دول في ايام هتصل لاقصى او اقل درجات الحرارة حضرتك تقدر يتبشرينك كده وتقولوننا خلال الثمانية وتمانين يوم دول درجات الحرارة هتنخفض لغاية فين ولا ايه هو طبعا فيه تنبؤات فصلية خلال الثنبؤات الفصلية بنقدر نعرف فصل الشتتة هيكون عامل ازاي بشكل عام كمام لكن دقة التنبؤات الفصلية بتبقى ضعيفة جدا يعني لا تتجاوز العشر او خمستاشر في المية لان انا عندي قاعدة كل ما بعثت بالتنبؤ او كل ما طال التنبؤ كل ما كانت الدقة بتاحته قليلة لكن احنا متوقعين خلال هذا العام ان الشتاء هذا العام عشرين تلاتة وعشرين اقرب الشبه للشتاء العام الماضي يعني احنا شفنا تقيم درجات الحرارة اللي احنا هنسجلها خلال فصل الشتة شفناها قبل كده السنوات الماضية شفناها وتعرضنا لها الشتة ده برد اكتر؟ مش برد اكتر بشكل كبير بس برضو بيقى فيه بعض الايام فصل الشتاء بيحصل انتفاضات كبيرة في تقيم درجات الحرارة بنتأثر بموجات السقيع بشكل كبير اللي بسبب طبعا مشاكل في المزروعات وخاصة في محافظات شمال السعيد طيب دكتورة درجات الحرارة تفضلي لأقل من خمس درجات سنة دي شتاء ممتر؟ يعني هيبقى فيه مطر كتير السنة دي؟ هو طبعا هيكون في مطر اكيد يعني لا يخلمنا المطر لان احنا خلال هذا العام كمان بنتأثر بظاهرة النينيو وممكن احنا اتكلمنا عنها في الفصول المختلفة يعني اتكلمنا عنها في الصيف وتكلمنا عنها في الخريف لانها هتأثر معنا لحد الصيف اللي جاي ولما بنتأثر بظاهرة النينيو وفي السنة اللي بتحصل فيها بيحصل ان في بعض ده حالات عدم الاستصار في الاحوال الجوية مش كل الحالات بيحصل ان كمية الامطار احيانا بتكون اعلى من المعدل في بعض الاماكن بيحصل بعض استصرف المناخي وقت غير المناخي بشكل كبير بيحصل نتيجة حبود ظاهرة النينيو خلالها زينا دكتورة منار اخر سؤال لحضرتك معلش المصريين بالبلد كده بيقولك لما الصيف بيجي حر قوي الشتا بيجي برد قوي الكلام ده ليه اي اساس علمي ولا ده احساسنا وبس لا هو ما فيوش اي اساس علمي وده مجرد احساس وكمان هو غلص جدا لان احنا ما بنقولش ان الفصول بتبتبت ببعضها يعني بالفعل مش معنى ان فصل السيف جي حر وبالفعل جيه خلال هذا العام فصل السيف سديد الحرارة مش معنى ان الشتا هيجي اشد برودة الكلام ده غلص تماما وفصل مفاصل عن الاخر وكل فصل دي التوزعات الضغط اللي بتأثر الجو بقى برد الشتا بقى برد اكتر من مثلا 20-30-40 سنة الناس كلها بقت حسة انه لا ده زمان كان الشتا دافي وشمس ولطيف دلوقتي بقى سقيع بدليل اننا شفنا في السنين اللي فات التلج بينزل فين والشتا بقى برد بسبب التغيرات المناخية والكلام ده ولا دي اوهمنا برضو بالنسبة لدرجات الحرارة مش بالشكل الكبير يعني الاختلاف مش كبير في قيم درجات الحرارة لكن بساعة بفعل التغيرات المناخية بدأنا نشوف بالفعل زواهر جوية بقت اكثر عنفا يعني السلج اللي كان بينزل قبل كده في بعض المناطق بشكل خفيف ما بكناش بنشوفه اللي هي البرد اللي بينزل مع المطر احنا دلوقتي بقى نشوفه بشكل جديد احيانا بيغطي محافظات صحيح احنا شفنا في محافظة الاسكندرية او الغرداء خلال السنوات الماضية بيغطي المحافظة بالكامل احنا كنا الاول كده مع المطر كنا بعض الدكتورات البسيطة بتنزل كده ما كنا بنحس بيها فالتغير المناخي خلى الفصول المختلفة بيحصل فيها عمز زواهر جوية بشكل كبير خلى الظاهرة بقى قوية بشكل كبير وعنيفة بشكل وعايز اقول لحضراتك ان احنا لما بنشوف الصور دي في التلفزيون مش في بيتنا فجأة اللي عنده حاسس بالبرد بيحس بيحس انه بقى بردان قدها الف مرة الدكتورة منار غانم عضو هيئة الارصاد الجوية بنشكر حضرتك على مدخلتك معنا هو الشتة ده انا يعني عامل حاجات غريبة قوي وفيه اسئلة كتيرة قوي الشتة قدوم هنلبس ايه وبنلبس ايه هنتدفل ازاي بننزل الشتوي ونطلع الصيفي بنلبس حاجات لسه هنتكلم فيها كان لها زمان أسامي وبقت لها أسامي الشتة برد وعطس وشربوا لمون وعسل بلمون لا عسل بلمون ايه لا اخدوا عسل سود اه لا اه اخدوا زيت حوت سمك اه ولا زيت حوت حوت السمك وكده رأس كده لازم ناخدها ونديها للعيال عشان نكتسب مقاومة اه لا ما تولعش الدفاية لا ولع الدفاية لا تقعد بردان لي لا وبعدين نسمع غاني بقى الليسة ايه علي الحجار ايه دونيا سمير غانم ايه اه فريد طبعا والسلطنة ودي الشتة يا طولة يا لي ويعني ايه وبعدين نشرب كاكاو ونتدفى كده ونمسك الكبيات الكبيات دي بردت كده وقلهم اتفو التكييف في الاستوديو عشان حموت وبطل عاعة تصوي قلولي قفلنا وهما ما قفلهوش وقفلهوش ولا اي حاجة وابقى قاعدة مبتسمة كده وعايز اقول لكم تكتيكة بس انا رايزة نعمل كده طبعا عشان الحلقة تمشي بس اطلع واخد الفاندول ونايمة على جنبه واحد بس ما علينا يعني الشتة اكل بقى طيب قبل بقى ما نخش في الاكل وفي اللبس نقول الايام دي المصريين لو طفقة المصريين يقولك ايه في دور ماشي دور ايه مش مهم في دور ماشي خلي بالك من الدور وهو الدور بيعمل ايه كل بقى واحد طبعا لانه بيحبنا كلنا يقول لنا اعراض الدور وعلاج الدور ويمكن كمان يقولون انزل خدوا المجموعة ولا دكتور ولا بتاعي يا ديمستالة ده احنا اسات زوف ركيكو انزل خد المجموعة الصيدالي هيديك شوية حاجات في المجموعة تقوم تجري زي الحصان وإلي يقولك اصلا انا خدت مش عارفة رأس ايه المناخي رأس لمناخي بقى وإلي يقولك لا لا استنى لما اشرب ما يسعى خف ايه الكلام ده وبعدين فيه يقولك متحورات طبعا احنا شفنا عشنا بقى ايام الكورونا برضو طول لا يليها لكن الايام دي هو في دور واذا كان في دور اسمه ايه وهل ده متحور ولا الفلوانزة ولا ايه الفرق بينهم ولا ايه الحكاية والدولة لما كان عندنا الكورونا وكان عندنا الكلام ده كانت عندنا اللقاحات والأدوية والاستعدادات طب احنا مستعدين للي بيحصل ده ازاي في الدور خلونا نستقبل تليفون من الاستاذ الدكتور اسلام عنان استاذ اقتصاديات الدواء وعلم الاوبئة نتكلم معاه في هذا الامر مساء الخير يا دكتور مساء الخير اهلا اصلا سيد اميرة حياتي ازاي حضرتك يا فندم بنوارنا ايه الفرق انا طبعا مناخيري بايزة عشان عندي غالبا الدور ايه الفرق بين الالفلوانزة اللي احنا او مش عارفة الالفلوانزة او دور البرد او الحاجات اللي كنا طول عمرنا بناخدها وناخدها على رجلينا واحنا ماشيين وبين انهم بيقولوا اللي يامدي فيه متحور كورونا وفيه اعراض لي وازاي نتعامل مع هذا الامر تمام اول حاجة قالت سلامة على حضرتك الله يسلمك اه وحاليا طبعا هو فيه اكتر من اه فيروس واكتر من دور مابود ايه يعني للاسف احنا عمدنا لسه برضو فيه حالات كوبت زي ما تفضلت احنا فيه دلوقتي ظهر متحور اسمه جي ان وان هو متحور فرعي طبعا من داعة ما ظهر اوميكرون لغاية دلوقتي احنا في المتحورات الفرعية تاعت اوميكرون ايه فهو مش فيروس جديد ولا متحور جديد هو طبعا منظمة الصحة العالمية حطته فاليستا هي عملاها لكل المتحورات اللي هي محتاجة اهتمام ومحتاجة دراسة دي هذا فهو موجود هو وموجود لو كنا فاكرين من فترة كان طلب متحور اسم والأكس بي والبي ايه كل المتحورات الفرعية بس في الآخر هو مفيش فرق بينهم في الشراسة الحمد لله المتحور الفرعي الجديد اللي هو جين وان مش اشرص من اللي قبلي فده اول حاجة نطمد بها الناس تاني حاجة ان هو المشكلة بس بتاعته انتشاره سريع اول مرة طلع سبتمبر لغاية سبتمبر من ديسمبر بقى تقريبا واحد من كل خمس مصابين بكورونا فامريكا عنده المتحور الجديد جين وان فطبعا انتشار ده انه غالبا كده هو موجود في العالم كله غالبا مفيش بلد مش ابدا خلها يعني دكتور اسلام المصريين علشان يعني بيحبوا يسروا الدنيا على نفسهم بيسموا في حاجة اسمها دور برد وفيه كورونا يعني المتحور متحور هم مش مركزين يعني عندك برد يعني عندك كورونا هل المجموعتين الكبار دول البرد بقى ايا ما كان اسمه العلمي طبعا مش اسمه الشعبي اللي احنا بنقوله والكورونا باختصار كل المتحورات نقدر نميز في الاعراض بينهم في بيتنا او بيت اي حد النهاردة عنده مريض بيعتس بيكح سيخن جسمه واجعه اذ نقول ده برد ولا ببرد يعني بتسمياته ولا كورونا بمتحوراته نميز ازاي سؤال قويس جدا يعني لو تكلمنا ما بين الانفلوانزا ما بين الكورونا او حتى الويرس المقلوي احنا مايفرقش كتير مع الشخص والعراض عاملة ازاي ده مرض ايه لانه الاخر احنا بنعالج اعراض ايه بيعتس قابة جدا بالانسان بس مثلا في حاجات بسيطة ان الرشح يعني في اغلب الاحوال ما هواش كومت تمام اه في بعض مثلا المشاكل في المغص وفي الاسهال شوية اوقات يجي بفقدان اه حجم وتزوق اوقات واجع في العنين زيادة غالبا ده اكتر وقفل لكن في الاخر انا بعالج الاعراض شخص عنده ارتفاع الحرارة هياخد قافل عنده مشاكل في الزور هياخد حاجة لحتى كان الزور عنده قوح هياخد ده وقفل سواء ده كان انفلوانزا او لا هو اهم حاجة مفيش داعي لمضاد الحيوي كنت ليس اهسعى لحضريتك طبعا على انه الناس عندها قناعة انه اي حاجة المضاد الحيوي ده عفريت هيخفف الكل في ثانية ايه رأي حضريتك في الكلام للأسف يعني احنا اول حاجة خلينا نقول لناس احنا نتكلم على بيروس مضاد الحيوي بيعالج بكتيريا فهو ملوش دور تماما في الادوار دي مبيعنش اي حاجة يقولك طب يخليني ما بتدهورش لا لا خالص هو طبعا اوقات بعض الاصابات الفيروسية بييجي بعدها عدوة ثانوية بكتيريا ايه لكن مين اللي يقدر يحدد انه حصل عدوة بكتيريا هو الدكتور فقط اللي يقدر يحدد ما يدفعش حد بيبحث اطلالية ياخد قرص انتباتك ولا ياخد حوانة بيسموه حوانة هتلر ولا كوكتيل اللي قال الكلام ده كله بياخدت الاخر جارع واحدة طب يا دكتور انا يعني الناس برضو بتقول معليش انا النهاردة انا طبعا مقدرة جدا كل الكلام العلمي الدقيق لحضرتك بتقوله بس انا بنقل لك صوت الناس كده يعني على حالنا على وضعنا الناس بتقول طب ماشي انت بتقول المضاد الحقيقي مش يعني بيعالج الفيروسات مش البكتيريا واحتمال ييجي طب يا عم من باب الامان من باب الوقاية لو خدته جايز مايفيدنيش بس مايدرنيش تقوله ايه نحن نقل لك على حقيقة نحن نقل لها بمساطة كده زي القفات الزراعية كده لما يقوله احنا بنرش الجودة فيرشوها نص رشة فيطلع اللي بعديها اقوى احنا عملنا كده بالضبط في البكتيريا نقعد ناخد مضاد حاوي المتلازمة او ما نكملش الكورس يجينا جيل جديد من البكتيريا اقوى ايه الكلام ده هل قدى المشاكل احنا حاليا على مستوى العالم بيموت للأسف مليون ونص حالة بسبب ان هو بيجي لهم بكتيريا بسيطة بس جسمهم بقى يعني يعني في مشكلة والبكتيريا نفسها بقى تقوير مهما ان ياخد مضاد حاوي متعملش حاجة بيموت يعني محدش يفتي يا محدش ياخد مضاد حاوي الا زي الدكتور كتبه لاسباب محددة ولا وقاية ولا حقنة هتلر ولا حقنة المجموعة ولا الكلام ده ولا يا حاجة من الحاجات دي الحاجات دي كلها خطر جدا وللأسف احنا بندي ولادنا بالذات مفيش أمم مفيش في التلاجة عندها كده وده في الحاجة ونص طوالها كده مطوح بتعطي ديها للولاد وده غلط وخطر جدا واول حاجة يعني حاجة تانية يعني يعني يتفتح بيستخدم مكاية تريبين بعد كده خلاص مفتوبية تريم تا الدكتور إسلام الناس بتعتبر ايه الفرق بين البرد او الألفلونزا وبين الكورونا او المتحورات السخونية طول ما انا مش سخن انا عندي برد او المسخين تبقى عندي كورونا الكلام ده صح؟ لا مش صح بان الألفلونزا يعني احنا لو كان نزلات البرد النزلات دي خفيفة لكن هاي الألفلونزا بتيجي بحرار بتيجي بحمة بقى تلاقيه انه تخن الفكرة كلها ان اي دكاترة دلوقتي في اي مستشفى اي حد عنده حالة بطيطة هيعرجه الاعراض مهما كان الباية شايفر ان المواطن يفرق هو ايه امسى المشكلة ان لو حد مسلا عنده ضغط او سكر ومش متضبط ايه او حد مسلا عنده مشكلة في المناعة بياخد ده وبيقلل المناعة ايه اكده ان في الونزا بقى جات له اي حاجة ده اللي لازم بسرعة ان هو يروح لدكتور ان هو لازم يتابع مع دكتور عشان الضغط والسكر ايه اوقات بيخلي الاعراض متفاق معكم طيب الحاجة التانية الانفلونزا ليها لقاح لياخد لقاح الانفلونزا وده يعني يلحق بسرعة لان خلاط الفرصة بيبتد قل او بمشيطة بيبتد يدخل عشان على الاقل نستثني الانفلونزا انها تكون موجودة في الصورة نفسها يبقى لو جات اعراض ده كوفيد مثلا طيب الناس مثلا قبل ابنها ما ينزل من البيت تقول له اشرب بقق مايا ساعة عشان ما تبردش وما تعياش كلام ده صح ولا غلط عالسريع بقى هنمشي مع بعض كده يعني بعيدا عندي الميا الصبح او على الريق هي مفيدة للنشاط يعني زودة النشاط لا يعني هالمؤسرة في الوقاية من ادوار البرد ملاش لا ملاش ملاش لا طيب يقول لك الميا من اكتر الحاجات اللي بتتعد عالتعافي يعني واحد يخف بصراحة طيب اه حضرتك احنا عيشنا وتربينا على نظرية اسمها البس الفانيلا بالمقلوب وحط جرنان في صدرك ده هيودي الكحة انا مش في الموضوع نلبس المقلوب ده بجنانها بسمعه كتير نلبس الفانيلا بهاو يا دكتور بتبقى الفانيلا كده فتحتها من قدام اوسع من وراء فيقول لك البس الفانيلا بالمقلوب عشان تطلع لغاية زورك كده وحط الجرنان في صدرك ده هيودي الكحة كلام ده علمي ايه مش هيودي الكحة ويخليه مندفر فالدفر هيخليه احسن بس يا الكلام ده ده في كومة العلم طيب اه يا دكتور في مدارس في احنا كده بنتكلم عن يعني الوجهة النظر الشعبية في الوقاية من الامراض في الشتاء فالناس بتسأل لما يبقى الجو برد ألبس ست طبقات من تحت وبعدين جاكتة خفيفة ولا ألبس هدوم خفيفة وفوقهم ست طبقات من فوق إيه اللي يحميني من البرد أكتر المشتخص يبقى متدفي بس مش أكتر يبقى متدفي أيا مكانة الطريقة أيا مكان طيب يعني والنفس بتاعه يبقى منطبط الناس اللي عندنا لو كانت فعلا يعني أكتر جزيز الموضوع ده الناس اللي عندهم مشاكل في الصدر محتاج يبقى لابس مش طبقات كتير يعني ومحتاج أن يبقى متعرض لهوى يعني هوى عادي مش هوات يعني طيب يا دكتور دلوقتي معلش والله أنا يعني أصلا أنا الجملة دي سمعتها من كل الأمهات والجدات والعمات والخلات يبقى واحد يبقى داخل الطفل داخل ينام والجو برد يقوله ما تنامش بالشرب لا تتعمي مش عارفة هل في أي علاقة طبية أو علاقة بين أن الواحد ينام بالشرب وأنه يجيله أي مشاكل في نظره برغب أن أنا أشك أن يتعمل دراساته على الضوء بس أنا أسمعته كتير بس سمعته كتير طيب يا دكتور الصبح العيال نازلة رايحة المدرسة الأمهات لازم تمسكهم تملخ دراعهم وتديهم معلقة عسل بلمون وفي ناس أخرى تقولك عسل أبيض أو عسل شود لوحده هل الكلام ده يقي من الأمراض يزود المناعة يحقق وقاية طبية وقاية مباشرة لأ بس العسل عموما مفيد لتحسين وتوازن المناعة يعني ده ده ما في أشياء مشكلة طيب معلش يا دكتور استحملني لا يمكن ديجي الأطفال نازلة أو الكبار ست بتودع جزء نازل الشغل تقول له غطي مناخيرك ونت نازل عشان ما تاخدش برد من الشارع آه ده لو الجو سائع ده مفيد يعني ده فطرة شعبية صحيحة يعني غطي مناخيرك عشان الهواء السائع ما يجيب لكش برد والمناخير والودان عموان بيد التدفاع جميعا المناخير والودان طب يا دكتور الدفيات مضرة ولا مفيدة عشان فيه بقى في المدرس الموضوع ده دكتروهات يعني يعني ما تولعش الدفاية لا تبرد أو ولعها عشان ما تبردش افتح الشباك وانت مولع الدفاية عشان الهواء يخش أو تقفل الشباك عشان ما تودش السائع ما تنامش في الدفاية ايه موضوع الدفاية في علاقته بصحة المواطن اللي عايش في الشتاء يا مفيدة ولا مضرة ولا ليها إجراءات لقائية ولا إيها الدرر بيجي من اختلاف درجة الحرارة يعني باش قاعد في قده سخنة واطلع في قده سائع وانا رايش نفس الليل لكن زي كده يعني ما تقعش مشكلة ظلامه ان هو ما بيعرضش نفس الجو مختلف كل شوية طب الناس تستحمى الصبح ولا بالليل الصبح وبالليل يا ريك لا وما بيقولوا لو استحميت الصبح ونزلت هاتعيا إنما تستحمى بالليل وتخش تنام وفي ناس بتقول لا لما تستحمى الصبح جسمك يبقى نشيط فتنزل تقدر تقاوم لك حضرتك بتقول الصبح وبالليل كده إنسانية يعني ولا طب إنسانية وطب إنسانية وطب نستحمى الناس تغسر والشاب بمية سخنة ولا ساعة هو يعني بمية فترة وتسقع لغاية ما دركة استحماله يعني لغاية ما هو يقدر يستحمل غاية في هاي يعني نبتجي بمية فترة ونسخن ولا العكس بمية سخنة ونسقع بمية سخنة ونسقع طيب خلاص آخر سؤال بقى عشان أنا كده بيقول لحضرتك يا دكتور برضو المصريين رأيهم معرفش ليه إن الدفاية أياً ما كان شكلها قافية صحياً من التكييف السخن هي عموماً الهوى المباشر طيب بقى جاية من دفاية هوا وجاية من تكييف سخن ما هواش مفضل لكن لو هو جو القوضة دافي خلاص ما فيش أي مشكلة هي المشكلة كلها ومخارج بعد كده على قوضة ساعة ولابس نفس اللي يوم داخل تاني الدفاية القوضة فيها دفاية يوم خارج تاني هو ده اللي تجيه طيب ما أنا هنوح هندفل بيت كله إزاي عزين خمسين دفاية دكتور إسلام عنام أستاذ اقتصاديات الدواء وعلم أو بيقى بنشكر حضرتك جداً على مداخلتك معانا يا فندم ويعني ممتنين لكل الحاجات اللي حضرتك قلتها وأرجو من الناس اللي بيتابعونا ويتكونوا سامعين في كلام شعبي كده ملوش أي نظريات وفي كلام بيحدث أضرار طبية وفي كلام اتربنا عليه ملوش علاقة بحاجة يعني برضو نغرب للكلام كده الدكتور دينا شفاية نصايح عشان ربنا يمرر الشتة ده على ألف خير ونعيش فيه حال طيب احنا دلوقتي بقى برضو في موضوع الشتة ده استنوا بقى لما الدنيا بتمطر تبصوا تلاقوا إيه تبصوا تلاقوا مصر من السلوم لحلاب وشلاتين كله بيعمل عدس لدرجة تسموه يوم العدس العالمي يوم العدس العالمي فيه أكل بتاع الشتة يعني تلاقي الناس كده أول ما تجوا يبرد النهارده كده هتلاقي الستات الشطرة اللاهلوبة ابتدت تعمل حمص الشام وتجهز السحلب وتطحن القرفة أو تقولك لأ اشربها قرفة خشب دي بتدفي نعمل برامة رزم عمر حلوة أو حدق تمام شوية بطاطا نشويهم في الفرن اشتا نجيب برضو مران جلاسي ولا مش حارفة البتاع ده مش حارفة اسمه ايه اسمه ايه ده ايوه ابو فروة ابو فروة قبل ما يبقى جلاسي وندخله الفرن برضو اقول الكنترول بقى هايز يعني شوية تجنم معالي تمام ايه بقى الحكاية دي الاكل يعني عند المصريين مرتبط بالشتة يعني لازم كده كل الست تلاقي المطبخ سخن والفرن مفتوح واحنا ايه بنجهز الاكل ده بيتخن الاكل ده بيدفي الاكل ده مفيد بجد الاكل ده ملوش علاقة بالموضوع وده اللي تلعنا عليه وتراصنا وذكرياتنا وطفولتنا وبنحافظ طب الاكل ناكل البرتقان وسفندي عشان فيتامين سي طب بتمصه قصب لي قالك برضو حلو في الشتة ايش تا طب بتحطه سحلب يقولك ونحط عليه ايش تا ايش تا ده يبقى ديناميت يقولك لا بس بيدف ايه ما ايه بتقول ايه يا حبيبي والموز وقصلي فيه طقص كده فيه صنية السفندي والبرتقان والموز يقولك بتدفي ده غير نخش على اللب والبتاعه يقولك بتدفي وبعدين نضرب 3 كبايات سحلب وجنزبيل ومش عارف ايه ما دخلتش انا بقى في المغات لا مش عشان الولادة عشان فيه ناس رأيها ان المغات بيدفي وا استنوا بقى استنوا ده الموضوع كبير اه احنا دلوقتي اللي بنتكلم طيب نجيب بس يعني نستضيف معانا كده قال استاذة الدكتورة استنوا عشان نقول كلام مظبوط الكارتة الاستاذة الدكتورة منال عز الدين نتكلم معاها فيه موضوع الاكل والتغذية وبعدين نرجع نشوف المصريين بيعملوا ايه وبيعقوا في ايه ومبسوطين من ايه ومتعودين ايه معانا الدكتورة منال عز الدين الباحث بمركز تكنولوجيا الاغذية معانا لايف حتى تتلع دلوقتي مساء الخير يا دكتورة مساء الخير على حضرتك يا استاذة اميرة ومساء الورد والياسمين على متابعي سي بي سي يا دكتورة المصريين عندهم طقوس وعداد غذائية يعني شديدة التقديس في الشتاء يشربوا ايه ويأكلوا ايه ده حقيقي يا فده ايه رأي حضرتك في ده بشكل عام كده بشكل عام اغلب اكلات المصريين في فصل الشتاء الاكلات الجميلة القديمة التراثية بتاعتنا هي كلها فعلا اكلات صحية بالدعم الجهاز المناعي بدون الاضافات المستحدثة والجديدة زي اللي حضرتك ذكرتيها القشطة وغيرها من الحاجات اللي هي مجرد بس بتدينا سعرات وبتزود الوزن حضرتك ذكرتي حاجة جميلة قوي في بداية الفقرة شربة العدس شربة العدس من الاكلات المصرية الجميلة اللي بتعتبر مصدر للبروتين مصدر للحديد عايز اقول لحضرتك ان كباية العدس المطبوخ بتغطي حوالي 37% من احتياجاتنا اليومية لعنصر الحديد كمان العدس عندنا غني بالالياف ببيدينا شعور بالشبع مع شعور بالدفت واحنا كمصريين كمان بناكل معاه البصل الاخضر والجرجير والخضرة الحلوة اللي بترفع المناع وعلى فكرة طبق العدس لما حللناه في الابحاث العلمية طلع ليه اساس علم فعلا برافو والله برافو المصريين بجد يعني خدال يا دكتور لحقيق وعايز اقول لحضرتك طبق شربة العدس دي الاكلة اللي بنت الاهرامات كانت اكلت بنات الاهرامات لان هي بتدي طاقة وبتدي قوة يعني من الحاجات الجميلة للمصريين بيأكلوها بالفترة كده وبشيء تلقائي ان العدس زي ما قلت لحضرتك غني بالحديد طيب انا عشان ارفع كفاءة امتصاص الحديد بعصر عليه اللامون طيب العدس غني بالزينك والسيلينيا من اللي بيأول مناع عشان اقدر الجسم يتعامل مع الزينك والسيلينيا لازم احصل على حاجة اسمها الفلافونايد او واحد من انواع مضادات الاكسادة القوية سبحان الله ده متوفر في البصل الاخضر والخضرة الجميلة اللي بنقدمها جنب طبق العدس جوعتينها دكتورا طبق العدس عشوية طاقة كمان جوعنا هي اكلة شهية وجميلة وسبحان الله فتت العدس اللي بنعملها بالعيش المصري الجميل الجلد بتاعنا اللي غني بالردة وفتها دي بتزود الطاقة وبتمد الجسم بالطاقة عشان العدس غني بالالياف وغني بالعناصر اللي ذكرتها لحضرتك وللسادة المشاهدين فهو بيدينا الطاقة اللي بنقدر نحتفظ بيها لفترات طويلة على مدار اليوم لانه كمان بيدينا شعور بالشبع ومصدر للبروتين دكتورا منال كل ما الاكلة كان فيها بروتين والياف اتضال يا فاند دكتورا منال المصريين في حالة منقسمين فريقين في منافسة بين ايه اللي بيدفي اكتر شربة العدس واللمون والبصل واللي حالة محش الكرومبو هي لسه نزلة من فوق البوتاجاز علميا ايه اللي بيدفي اكتر ومحش الكرومبو هم تقلمين على فكرة اللي اتنين مفيدين جدا للصحة لان احنا عندنا الكرومب فيه كتير من المركبات اللي مضادة للاجسادة اللي بتحارب السرطان غني بالالياف بيدي شعور بالشبع ولكن مشكلتنا سواء مع العدسة او المحش الكرومبو هي كمية الدهون المضافة احنا بنشوف في شربة العدسة ناس كتيرة بتضيف كمية دهون كتيرة ويحمروا شعرية ويضيفوا كمية دهون كتيرة ده مش مطلوب بالنسبة لشربة العدسة تكفيني معلقة زبدة صغيرة على يعني كمية معقولة من شربة العدس المحشي على فكرة وديه مفاجأة هقولها لحضرتك فدالي من الاكلات الصحية جدا لو رعينا ايو يا دكتور كمية الخضرة تكون كتيرة في المحشي كتيرة في المحشي ما يكونش فيه كمية رز كتيرة تكون الخضرة اكتر الخضرة والبصل والطماطم ما تكونش الشربة ده سيما نشيل وش الشربة قبل ما نسقي المحشي بيها اولا يا دكتور اسمحي لي اسمحي لي اسمحي لي اقول لحضرتك ان كل الفريق اللي في الكنترول ووراك كاميرات يعني بيوجهولك شكر شديد على انك حضرتك قلت له من المحشي من الاكلات الصحية بس اسمحي لي هم بياخدوا صوابع المحشي ده احرجوها في السمنة البلدي وبياخدوا العدس يطشوا عليه لا 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 كده سمنة بلدي بالطوم ويقولك ده صحية ولا ايه لا لا في الحالة دي من الصحة خالص لان احنا كده بنرفع كوليسترول وبنزود نسبة الدهون احنا عاوزين مواد دهونية ولكن تكون بقدر بسيط جدا ما تكونش بالقدر اللي يجيب التخمة والكسل والمشاكل الصحية تمام دكتورة فيه مشاريب كتيرة المصريين توافقوا او قرروا انها مشروبات شتوية وانها مفيدة وبتدفي السحلب القرفة الجنزبيل طبعا حمص الشام واعتبروا البليلة مشروب الا اذا حطوا عليها حتة كنافة وحتة قشطة فتبقى يعني وجبة بتدفي كده تمام اه وطبعا نفتح الفرن فنحط البطاطا ونحط السودانياب وقشري نحماصه وانشرب مغات الكلام ده مفيد طيب اولا ثانيا هو مفيد بس خلينا نمسك اتفضلي اتفضلي خلينا نمسك كده عنصر عنصر اولا اهم مشروب سواء في فصل الشتاء او في فصل الصيف المية المية ساعة دكتورة المية من الحاجات المهمة لا من الحاجات المهمة جدا للأسف ناس كتيرة بتنسى تشرب مية في فصل الشتاء عاوز اقول لحضرتك ان من اسباب عمل الرئة بكفاءة هو شرب المية بكميات وفيرة لان تمانين في المية من تكوين الرئة عبارة عن مية انا لما مشربش مية الا هيفتت المخاط اللي جايلي مع دور البرد المية بتساعد على تفتيت المخاط كمان المية بترفع من كفاءة الحق عشان الناس اللي بتقول احنا بيزيد وزننا في فصل الشتاء المية بتنشط الدورة الدموية ما تخلينيش قلائق داية سقعة واطراف في كلها سقعة ورجلية ليه لان احنا لما بنبطل نشرب مية في الشتاء دا بيؤدي لتغيير لزوجة الدم فالدم ما بيصلش بسهولة للاطراف فبيجي لنا من هنا الشعور مضاعف من خفاءة درجات الحرارة نيجي بقى لبقية المشروبات الجميلة المصرية بتاعيثنا زي اليانسون والنعناع والجنزبيل والقرفة كل الحاجات دي جميلة جدا ومفيدة ولكن راعي نسبة السكر المضاف ما انقطرش كمية السكر يفضل نحليها بمعلقة عصر ابيض من مصدر موصوق بيه في الحالة دي احنا بنحقق الاستفادة القصوى منه عندنا البليلة زي ما حضرتك ذكرت من الحاجات الي بتعتبر وجبة غذائية متكامل مفيدة في فصل الشتاء ومفيدة كمان لابنائنا الطلاب اللي هيمتحنوا خلاص كمان كم يوم بتساعد على زيادة التركيز والتحصيل الدراسي لان البليلة فيها اللبن اللي بيعتبر غذاء متكامل فيها البليلة نفسها اللي هي الحبة الكاملة اللي فيها فيتامين بي 12 اللي مسؤول عن كفاءة الاعصاب وبيمد المخ بالكفاءة الكاملة والتركيز الكامل عندنا البطاطا زي ما حضرتك ذكرت البطاطا من الحاجات الجميلة جدا غنية فيتامين اي اللي بيقوي المناع غنية بالالياف اللي بتدينا شعور بالشبع ده غير طبعا ان هي بتدينا شعور بالدف وعاوز اقول من خلال برنامج حضرتك ان كل ما هو برتقالي مفيد يعني عندي البطاطا عندي القرع عندي الجزر الفلفل الالواني اللي لونه برتقاني البرتقان اليوسفي كل ده مفيد جدا بشكل بسيط للمناع حضرتك قلت بنقشر برتقان ويوسفي خدالي البرتقان ويوسفي من المصادر الكويسة جدا لفيتامين سي وكمان عندنا الجوافة وعندنا الفراولة اللي بدأت تظهر في الاسواق اهمية فيتامين سي انه هو طول الوقت بيدعم الجهاز المناعي بيقلل نسبة الكوليسترول الدار بيدي نظارة للبشرة بيساهم في كفاءة عمل النواقل العصابية اللي موجودة في المخف دكتورة منال حضرتك تقول لهم الرأي العلمي ايه؟ الرأي العلمي ان احنا نشرب حاجة دفية وندفة كويس ونتقل في لبسنا هنشعر بالدفة بشكل بسيط خالص كده دكتورة منال عز الدين الباحث بمركز تكنولوجيا الاغذية ساعدنا بمشاركتك يا فندم وبحوارنا معاكي ويا جماعة فيه اكل مفيد بس بلاش بقى السامنة وضحراجة المشعارفية والدهون والحاجات دي عشان ربنا يكملها بالساتر النهار ده احنا قبل ما نبدأ حلقتنا قررنا كده يعني نشاكس متابعينا وجمهورنا ونقول لهم ما تحكولنا عن الشتا وتجاربكو في الشتا وطفولتكو في الشتا وذكرياتكو في الشتا الحقيقة جالنا كمية كبيرة جدا من الردود ومن التعليقات كلها متدخلة ومتشابهة لكن هي بجد بتقول حاجة واحدة بتقول ان المصريين دول سبيكة واحدة كده الدنيا والتاريخ والحضارة عقدوا عليها كده بحيث انها سبيكة متجنسة خلونا نشوف شوية كده من كلام اصدقائنا قبل ما نبدأ في استقبال ضفنة اللي هنتكلم معاه بقى كمان في الشتا والتراث والعادات والتقاليد بس خلونا نشوف عندي آية ريحانة قالت أنا طبعا من حزب الشتا وده الشتا ده الحب البطاطا بالعسل والحلبة المحوجة والبطنيات والحاف جدي القط سمية التوركي قالت زي ما الدكتورة قالت شربة العدس بالشعرية والعيش المحمد لا يا سمية قالت شربة العدس بس من غير عيش محمد وطبعا اتكلمت عن سد الحنك والبطاطا واتكلمت برضو نشرب مياه قبل ما ننزل للمدرسة ونهوي القوضة بسيط عشان ما ناخدش بارد سيد بدرة قال احنا فلاحين حياتنا كلها صواني في الفرن ورز مدسوس وانا مش هترجم مدسوس دلوقتي حستانا ما ييجي الدكتور مصطفى جاد ضيفنا ونتكلم مع بعض في حكاية المدسوس انما قالت حياتنا كلها صواني في الفرن ورز مدسوس وبطاطا وبطاطس ما شوية وعاتس والدماسة وبالليل ننام على الفرن طبعا طول كل الريف الفرن دفع بقى يعني بيوج تريزا قالت اهم حاجة تريزا داود قالت اهم حاجة ببيت بابا في الشتة البطاطا بصر البطاطا تكسب ايه كل المصريين بيتكلموا في البطاطا وحلت حمص الشام والاتنين دول على طول في الشتة والعاتس اللي مرة في الاسبوع ومحشي الكرون بالملاهلب تريزا لمت التفاصيل بتاعت المصريين من هنا ومن هنا مريم سامح لما ردت علينا ما لعبتش معانا لعبة ذكرياتها في الشتة قالتلي انا حزب الصيف يا استاذة انا اطرافي متجمدة مريم دا الشتة لسه مبتداش دا الشتة على فكرة دلوقتي حالا حالا ساعة 12 بالثانية الان يبدأ فصل الشتة 20-23-24 الان حالا في مريم الشتة لسه بيبتدي اطرافك تجمدت من امتى زيادة عبدالتواب قال انا كنت بحب الصيف وانا صغير لكن حاليا بحب الشتة يعني سبت حزب الصيف وانتقلت الحزب الشتة وقال ان نصايح الشتة كان اغلبها متمركز حوالين الوقاية وتجنب الاصابة بنزلات البرد والبوست قدام حضراتكم طبعا كل محشي عشان تدفع المصريين القناعة المصرية الشعبية مع احترامنا للطب وكل كل محشي ويا سلام لو نضحرجه في السامنة حنتدفع ونبقى تمام والطب بنحب الطب والدكاترة بس يعني وسعي صدرك يا استاذة تمام انا بردانا بس عشان الاستوديو مشغل التكييف بس انا عاملك كأنه مش واخدة بالي يا استاذة ايه ماشي يا عامل ما لساعة اللي جاية من تحت دي جاية منين ده انا رجليا خلاص مهم ايمان قنديل قالت الشتا عندي اجمل ذكريات الطفولة ماما وبابا الله يرحمهم ريحة المطر البطاطين واللحاف القط مشوار المدرسة اللي كنا بنروحه رمضان اللي كان بييجي في الشتا الراديو قال في ليلى وليلى الشمس فوق السطوح طبعا هي ما قالتش ان احنا كنا بنطلع الشمس فوق السطوح نمص قصب وناكل سفندي وبرتقان وخرشوف مسلوق وحاجات كده بس يعني مفهوم كلنا عملنا الفيلم ده البطاطا في حلة الفرن حلة محشي الكرومب مخلل الليفت مصطفى شحتة اولا بيقول الحلقة موضوع جميل احنا بنشكرك جدا وقال انا كنت انا من محبين كل الفصول كل فاصل ليه جماله وذكرياته الشتا يعني المطر منذ الطفولة طبعا كلنا مشينا تحت المطر وروحنا اتشتامنا وتهزقنا من اهلينا ويمكن اتضربنا لما نرجع عن مبلولين من فوق لتحت والجزمة زي البرتوشة غرقانة في المطر بس قال يعني ده ايه كده شقاوة الشتا لازم المطر يجيبنا من فوقنا وتحتنا واضح انه برضو الشتا يعني مطر منذ الطفولة اول ما تمطر لازم اجري تحت المطر بس هو نسي يقول لنا كانوا بيحصل في ايه في البيت طيب مونة تسوقي قالت الشتا يعني اولادنا ولما كانوا صغيرين يلبسوا تقيل مش باقول لك فانيلا بالعدل وبالمقلوب وفانيلا وبلوفر خفيف تحت الترينينج ومشروبات ساخنة وسواني بطاطس وخضار مع فراخ والرز بشعرية والعدس الاصفر في الفطاريوم والجمعة والبطاطا في الفرن والكاكاو والينسون والكراوية والسحلب والسحلب وعلى وشه قرفة ها ده بخلاف اليوسفي والبرتقان والمزر هيسم عاطف هاد اخر واحد هتكلم عنه قبل ما اطلع استقبل ضفنة قال شربة العدس والبطاطا المشوية وكوباية السحلب المتين والسهرة مع طبق اليستفاندي والسوداني والقرمشات وبعدين اضافت وقال الشتا فاصل الرواءان والاكل الشتا البرد مصريين قالك الدفع عفى والبرد لحاس القفى وقالك برده طوبة يخلي الشابة كركوبة حان الوقت ان احنا هنطلع فاصل ونرجع هنستقبل ضفنة الاستاذ الاستاذ الدكتور مصطفى جادو ومصطفى خضر رئيس التحرير بيقول لي ده اول فاصل في الشتا فعلا ده اول فاصل بعد اربع دقايق من بداية الشتا هنطلع فاصل ونرجع هنستقبل استاذ الدكتور مصطفى جاد استاذ التراث والفولكلور نتكلم معاه عن الشتا بقى بتاع اهلينا وبتاع ذكرياتنا وبتاع البلاد والبيوت الكبيرة وجدودنا والاغاني والامثال وكل ده اتدفوا كويس لان الشتا بدأ هنقابلكم بعد الفاصل وعودنا لحضراتكم عاشر دقايق من بداية فاصل الشتا عشرين تلاتة وعشرين عشرين اربعة وعشرين اللي بيبدأ يوم اثنين وعشرين ديسمبر وعلى رأي علي الحجار لما الشتا يدق الببان لما تنديني الزكريات نستضيف ونستقبل صديق البرنامج وصديقنا العزيز وظيفنا العزيز الاستاذ الدكتور مصطفى جاد خبير التراث اللامادي والعميد الاسبق لمعهد الفنون الشعبية والاستاذ بالمعهد التراث اللامادي ده بالبلد يعني التراث الشعبي دكتور مصطفى حضرتك منورنا ربنا يخليك اهلا بيك الجو برد وانت داخل بتسلم عليك ديك ساعة وانا ادايا ساعة مثل انت كنت دافية لا لا اوعد 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 علينا التكيب وعلى فكرة وعلى فكرة الايد الدافية دي يعني ايه يعني فيه تروز جاية اه ان شاء الله تمام دكتور مصطفى الشتا الشتا عند المصريين زي كل حاجة لها خصوصية عند المصريين زي ما انا كنت بقرأ كده قبل الفصل لما قلت يا جماعة حكولي عن ذكرياتكم سبيكة مندمجة منصاهرة بتتكلم كلها بنفس اللغة بيأكلوا نفس الاكل ويشربوا نفس الشرب اللي من السعيد اللي من بحرية طبعا فيه تفاصيل طبعا لكن خلينا نبدأ بانه احنا دلوقتي بقى فيه زي الاهلي والزمالك وزي علمي وادبي بحب الصيف وبحب الشتا ويا رب الشتا مايجيش ويا رب الصيف مايجيش ايه الحكاية دي واصلعه التراثي الانساني جاي لنا منين يعني ايه الحكاية دي انا شخصيا بموت في الشتا انت شخصيا بتموت في الشتا اه طبعا 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 بالدكتور مصطفى من حزب الشتا طبعا تمام فيش كلام يعني هي الفكرة بس ايه انه احنا عندنا واحنا يعني كبحيثين في الفلكلور بنتعامل مع التراثي الشعبي بمفهوم البيئات الثقافية ايه يعني يقولك الصعيد الصعيد حر اخذ بالي لكن في الشتا شتا جامد يعني برد بتاعه برد جامد الشتا بتاعه الصيف جيف القاهرة او منطقة الحضر بتبقى يعني المتوسط اه في الفلاحين اه لما بيكون فيه مطرة او بيكون فيه جو المزاج العام مرتبط بيه درجات الحرارة المرتبطة بيه المناطق المختلفة وفي نفس الوقت الفرقات الشخصية يعني يعني فيه حذر انت عايش تقولي مثلا انه اهل اسكندرية والسواحل يبقوا على الاغلب من حزب الصيف لانهم البحر والجو بينما مثلا الناس اللي بتعيش في مناطق مشمسة او دافئة تبقى اقرب لحزب الشتا لانها مش متنقدة معاها بينما الصيف يخلي الشمس والدفء ده واقعوا عليهم اشد كده يعني طبعا انا فهمت حذرتك كده مش بس كده كمان انا اضيف لك حقيقة كمان ممكن تاخد شكل معاكس ايه انا في اسكندرية يقولك ايه النوات يعني ده فيه نوة اه نوفمبر فيه نوة كذا فيه نوة قاسم ونوة صغيرة ونوة كايف اه ودي ودي دي من العادات ال الاهل اسكندرية مثلا متعودين عليها جدا والامطار الغزيرة جدا انت ممكن تلاقي يعني الاستاذة اللي كلمتها في الارصاد وهي بتتكلم بتقول والله درجة الحرارة كذا والامطار ايه ايه لما بنيجي احنا نقعد هنا مثلا في القاهرة او في السيد وبنشوف امطار في حتة تانية بنكون في حالة ايه ده معقولة متحملين كل ده اه متحملين وحبينه على فكرة ومتعيشين معاه جدا جدا وبالعكس ليهم تقصهم وعداتهم اللي مرتبطة بهذه الامطار وفي نفس الوقت زي ما قلت في البداية هنت تنزور المطر دي جنويل خدي بالك النوم اول ما المطر مطر عموما في مصر كلها عارفة عندنا احنا في الفولكولور بندرس حاجة اسمائي اوائل الاشياء واواخرها يعني اول ما يطلع البطيخ مسلا يعني بسيف جهت اه وفي نفس الوقت اول حتة البطيخ بتفتحها برضو حتة اول مطر بتنزل كلنا بنجري على البلكونات والبيوت عشان ما هنتفرج عليها طبعا اه على اساس ان ده نوع من يعني احتفال الكون بينا فيه حاجة فيه مية بتنزل وحتة المية دي فيه خذ بالك برضو هتلاقيها مرتبطة جرافية يعني مثلا هتلاقيها في المناطق الصحراوية والجبلية المطر ده شيء بيستنوه بشكل غير عادي وبيحتفلوا به جدا جدا لانه كمان مرتبط به اه مواسم زراعة او مرتبط به اه يعني تقاليد خاصة بهازه البيئة بيعتبروه خير وبيتعذبوه بالتالي الناس كلها اول ما المطر يمطر كلنا نجلي عشان بيكل بالكونات نبص على المطر طبعا نطلع ايدينا ونشوف ايوه كده ايوه زبط كده بعدين الستات تقوم داخل المطبخ بادية في صنوعة العتس تمام كأنه لو الدنيا ما اضطرت وما كلناش عتس اه يعني الحرب هتقوم اه ده موروظ ثقافي قديم ولا ايه اه طبعا موروظة يعني انت هتلاقب انا انا عاوز اقولك على حاجة ممناسبة الموروظ الثقافي وارتباطه بالعلم ايه يعني الفقرات اللي حاليتك عملتيها قبل قبل ما نلتقي بالوقت معها دكتور متخصص في السيدلة ايه دكتور في علم الدواء الدواء ودكتورة متخصصة في الاغذية اللحظة لما انا كنت بسمحهم وقبل ما ادخل لقيت انه ارتباط العلم بالموروظ الشعبي الاتنين قريبين من بعض جدا لانه كل هذه العادات الخاصة باكلاتنا الشعبية وموروظاتنا الشعبية اللي من الاف سنين ما جاتش كده هداء يعني دي تجارب على مدى الاف السنين لحدا ما جدتي وجدتي اكتشفوا انه وياه كمان الدكتورة قالتلك ايه احنا خدنا العدس وحط لو حللنا ايه ده يعني بيعمل ايه ايه الحكاس بالزبط كده عاملة بالزبط زي لما واحد عندنا وحنا برضو بندرس ميداني في الطب الشعبي طفل بيتعور في ايده فستة تجيب بصلة وتشويها وتحطها على ايده فالناس في الصيدلة ايه ده ايه بحطة دي فياخدوا حطة تباصلوا ويعملوها بعد ما تستوي او تتسخم فيلاقوا فيها مكونات كميائية بتعمل كذا وكذا نفس الشي الاكلات الشعبية المغزية واللي بتدي باور واللي بتدي كذا وكذا هتلاقي كل المصريين على اختلاف يعني بيئاتهم اه زي ما قلت كده سبيكة واحدة وبيعملوا نفس الشي انا على سبيل المثال لما باجي اقعد على الايان كنت قاعد على القهوة من شهر شهر ونص انا يعني بحب القهوة قوي ايه طبعا اه يعني طبعا موقع الحكايات والنفاصيل كل حاجة بعادات القهوة القهوة ليها عاداتها في الشيتة طبعا هتلي يا ابني واحد سحلب اه معلش يا دكتور بس السحلب لسه شوية اه مش وقت مش قوانه اه كاينه لسه ما طرحش اه بزي اه ليه معلش بس يعني في دخلة الشيتة كده نبدأ بنجيب السحلب وبنعمل يعني المشروب اللي بيتاخد على القهوة والاعداديا مرتبط بموسم معين وبيتعاملوا ليه اشكال على فكرة حتى كمان طبقية يعني مسها تلاقي سحلب اه عادي تلاقي حصل بالمساكرات سحلب مكسرات دلوقتي ممكن يحطولك عليه كذا جبل كده حاجات اشتا من فوق اشتا وفاكها ايه ودي وممكن والسحلب اللي بيتعمل في البيت دي شكل غير اللي بيتعمل في القهوة ومن قهوة القهوة تفرق ومن سعر لسعر يعني في توليفة مصرية كده رائعة جدا في هزي المسائل وبعدين الفيدباك بتاعها ايه صحي جدا مفيش كلام يعني لكن عاوز اقولك دفتورة قالت العدس والبصل لخضر اه يعني احنا بنأكل العدس اه والبصل لخضر وكل واحد يحلص روح في القوضة اه علشان دوني الحرب نووية متقومش اه قريت لك ده صحي وتبني صحي طبعا طبعا مفيش كلام بس ايه هقولك على حاجة تانية كمان اه ان احنا عندنا اكلات مرتبطة بمناسبات في الشتة نفسه ايه يعني مثلا تعالي ندور كده على الاحتفالات الشعبية في الشتة اه هتلاقي فيه احتفال مهم جدا اللي هو عيد الغطواص ايه اللي هو في طوبة في يناير انا قبل ما اكلمك عنه عاوز اقولك ان التأسيمة كمان الشتوية اللي مرتبطة بالاكلات الشعبية على حسب الدراسات الميدانية يعني بتاعتنا يعني احنا احنا دلوقتي لو قلت كده الاشهر اللي مرتبطة بالشتة شوية بصرف النظر ان احنا بقالنا كم دقيقة في التوقيت الرسمي ايه هتلاقي مثلا من اول بابة مثلا اه اللي هي ادخل في البوابة عارفتك يا ايه ايه ادخل ودف نفسك اللي هو من نص اكتوبر نص نوفمبر ايه وبعدين هاتور ها الداب المنصور احنا دلوقتي فيكهيك احنا فيكاك صباحك مساك شيل ايدك من غطاك حضر عشاءك لان احنا في الوقت ده المصريين من الاف سنين حتى اللحظة دي والفلاح المصري حتى اللحظة دي رابط الزراعة بتاعته اكلته وشربه وحياته بهذا التقويم القبطي الاديم او المصري القديم ده اكتر وقت في السنة النهار فيه اقل من يعني انت تقوم الصبح يا دوبك بتفتري وتتعد شوية شيء او ترقي شغلك وتيجي الدنيا تضلم اليوم خلص اه الدنيا تطلم على الساعة خمسة العصري كده خلاص على عكس الصيف الصيف الدنيا بتضلم من الساعة ثانية ونص يعني بتبدأ احنا بنبى راجعين من الشغل الساعة خمسة نقول يا الساعة احداشر يقولك لا الساعة خمسة اه ايوا بالزبط كده فالتوقيت ده اللي توبة بقى لما تخش على شهر توبة اللي هو في الصبية كركوبة اه برد توبة يخلي الشابة كركوبة 9 يناير اه لزاية 7 فبراير بالزبط كده شوفي ده التوقيت الدقيق جدا يعني بيبى برد بيبى برد اه وعلى فكرة حتى توبة ده بالمناسبة متقسم لتلت طبقات كده ايه اول عشر تيام غير تانية غير التالتة ابرد او توصفات اه لهم توصفات معينة يعني لكن تعالي نقول ايه كمان في عز البرد بيخرج عيد الوطاس وده بقى هتلاقي اكلة القلقاس مسلا القلقاس والقص جين مرة وقت فيها وبعدين مش بس كده اه انت حتك سألت الدكتور على المية السقع لما هتلاقي في الوطاس ده هتلاقي المصريين بيسحموا يعني بينزلوا في مية النيل اصلا كمان كان الاول ايه وعلى اساس ان ده بصرف النظر انها بتعمل دفئة وغير دفئة لانه مرتبط طبعا بتعميد السيد المسيح مصريين مقتنعين ان المية السقعة بتخلي الجسم يسخد اه اه لان احنا لما بناخد دوش مية سقعة مين احنا معلش اكتشف مين احنا مين احنا يا دكتور يعني يعني ايو يعني انا انا لاحظت اكاديا بخش اخد دوش مية سقعة اخد دوش مية سقعة في اللافش بلاقي الحمام سوريا يعني مليان بخار وحرارة ويعني الدنيا دو الابطال بيعملوا كده دو الابطال سقعة بيعملوا كده المية الساعة دي بس بامانة يعني كتجربة فعلا بتعمل حالة دفئة فيش كلام التجارب بتقول كده تجربنا الشعبية بتقول كده سقع نفسك كدفة يعني اه اللي يقدر بقى اللي يقدر اه وبعدين ده انا عاوز اقولك كمان انه في هذه الاحتفالية بتاعة مبيجة بقى في عز الشتاء تلاقي الاحتفالية بيسموها ايه البلبيسة مش كده ايو اللي هي البرتقانة اللي بتتفرق هاي اللي بتتفرقوها ويحطوا شامعة ويعوموها ويلعبوا بزبط كده الاحتفالية دي في هذا الوقت وكل المصريين بيخد يبالك دي دي احتفالية مش احتفالية اه مسيحية فقط احتفالية مصري احتفالية مصري يعني يعني تلاقي الشعب المصري بيجيب القصب ده وبعدين انا حتى الوقت انا ببندهش جدا يا دكتورة انه والله كنت قريب اول مرة اشوفها الحاجات دي من ايام ويبدو انها من فترة يعني انا بحب اشتري الفكهة والحاجات بايدي اي الاقي القصب بيبقى حتة متأشرة ايو ايو ده يعني ده يعني عشان كده يعني الناس السنانة لمواغذة انما المصريين بيشتروا اللبشة مش كده ويعودوا من اول الزعزوعة بغاية ويشوف ويجيب على فكرة ويقاو اسنانهم وكده بالزبط كده نما الف العلم دي يعني ده عشان كده يعني ايه يا ابني ده قصب قصب ايه ده اه كده زغنم كده ما الفين الزعزيع او فين لا لا الزعزيع موجودة وبخير موجودة وليه ماشي وفي وقتها مفيش كلام اليوم ده على فكرة كمان بننتظر فيه المطر يعني لما المطر اتنفطر اه بقبل مصنين كلهم هيتطلعونا فاصل هتجيب حمص الشام بجد اه يا ريت من فضلك عاوزين بقق بقق حمص الشام باي انا هنطلع فاصل ونحاول ندفي نفسنا بالينسون وكده وربنا يوعدنا بحمص الشام ونرجع نقابلكو بعد الفاصل واحنا مازلنا في الشتاء يلا بينا ورجعنا لحضراتكم ومنحاول ندفي روحنا وحمص الشام مجاش معانا ضيفنا العزيز اللي بنوارنا قال أستاذ الدكتور مصطفى جاد حكمة الشعب المصري ويعني كده خبرته المتراكمة كلها راح اتدخلها في مجموعة من الأمثال الشعبية عن الشتاء ياب طبعا ايه بقى والبرد والبرد أنا أجمل حاجة سمعتها في هذا الإطار خدي بالك أنه أمثالنا الشعبية بتألف سياقات احنا بس بنجرادها دلوقتي ايه وبنحاول نبحثها يلا لكن الإبداع في المثل الشعبي المصري لأنه ده أصغر وحدة في التراث الشعبي تماما يعني السيرة الشعبية مثلا ألاف الصفاءات والعبياد المثل الشعبي أربع خمس كلمات مثلا مختزل ومكتف اه وثه بالزبط بالزبط على قد الغطة هي فيها فيها عبقرية فيها فيها يعني المصريين شايفين آه بالزبط إنه بالزبط آه تقدر تتغطى دي ربنا يعني هحملك باللي تقدر عليه بالزبط كده طبعا على قد حافك مدي رجليك هيا الفكرة فكرة فكرة إيه؟ فكرة إنه وإحنا في الشتاء آه خدي بالك بيبقى فيه آه عاوز أقول إيه؟ يعني أنا وجهة نظري يعني إنه فيه آه السلوقيات الخاصة بالشتاء السلوقيات بتقربنا من بعض قوي آي يعني إيه يقولك تعال 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 ععد جنبنا تعال نقعد معي يعني أنا مثلا كنت بقدم محاضرة آآ أول مبارح والمدرد كبير لقيت الولاد عاديين جنبه جنب بعض شفوا جنب بعض آآ كلهم فيه الكامبنجي كده آآ الله في إيه أولاد ملكون؟ لا لا أبداً دكتور إحنا وبعدين كنت كمان عزل معهم لهم هتحبك فأفتح لكم التكييف التكييف دايماً بيبقى فيه مشكلة لا 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 إحنا كده كويسي مصرين قالوا الدفع عفا والدفع عفا طبعاً والبرد لحاسل عفا مفيش كلام عاشا كده فلما هم لموا على بعض الدفع عفا آآ طبعاً هي الفكرة كمان في إيه حتى كمان لما كنتنا منتكلم على الأكلات الفكرة في اللمة والتجميعة والقعدة مع بعض وكلنا بنعمل نفس الحاجة حوالين شيء واحد فبندي طاقة أو بندي حرارة لبعض خدي بالك كمان إنه أنا دايماً أقول فيها معلش شيء كانت دي يعني حتة رومانسية شوية لكن أنا من رأيي إنه لو كانت الدنيا بتبقى برد لكن فيه ضفء العواطف آآ كنت حتكلم في موضوع البرد والرومانسية دي آآ آآ بس لما نخلص موضوع لك آآ الرومانسية طب خلاص ماشي آآ يعني واضح هتكلم عنها الأمثال الشعبية البرد اتدفع الشتاء المصريين اختصروا خبراتهم في مجموعة من الأشياء صحيح؟ حضرتك قلت بيجي البرد على قد الغطر على قد الغطر وعلى قد الحافة متبقى؟ لإنه كل واحد عنده وسائل حمايته من هذا البرد لإنه فيش حد بيسيب نفسه كده في الهواء أو كلنا كل واحد بيلم نفسه على قد الحالة اللي هو فيه لكن ما فيه زي ما إنه ما فيش حد عارفة المثل يقول لي كيه ما فيش حد بيبات من غير عشا آآ برضه ما فيش حد بينام بردين بينام بردين آآ يعني حتى اللي قاعد في الشارع وبيعمل وبيجري وراءك يعيش وبيعمل وكلام محاجات اللي بنشوفها في دول اللي هو المشردين واللي نايمين تحت الكباري واللي متغطين ما بتشوفش الكلام عندنا الناس في النهاية متستفة بشكل كده آآ خالص خالص وإنت ممكن تندهش الواحد قال لا لا إيه ده وإنت قاعدة مثلا في عربيتك ومتدقوك إيه ده ده ماشي زي لا على فكرة هو هو عايش هو متدفي آآ آآ بطريقته بالمناسبة يعني مصريين قالك في الشتاء خش وقفل البوابة آآ أي بقى الشتاء خش وقفل على فكرة ده المثل ده مرتبط بشهر آآ بابة آآ خش وقفل البوابة يعني خش وقفل علشان الدنيا خلاص الدنيا بتساق آآ بدأنا بدأت الدنيا تبرد يعني ودي على فكرة كمان مرتبطة أكتر بآآ صعيب مصري كمان في الشتاء منه بيبقى فعلا آآ أكتر آآ أكتر من أي مكان تاني يعني طيب لو أنا قلت لحضراتك أنه أنا وأنا بقرى المثل ده آآ يعني روادتني أفكار كثيرة آآ منها مثلا آآ في الشتاء خش وقفل البوابة ده أمر يتناقض مع السلوك الفطري للمصريين إنه أنا فتحين البوابات فتحين البيوت آآ فأولا ده معنى إنه أنا مطمئنين آآ وأنا مش هفتح البوابة آآ إلا وإنا مطمئن لا هو مش ده السياق الحقيقة مش ده السياق لا لا خالص خالص إنه يا ابني ايه رد الباب شوية الدنيا برد يعني بس آآ يعني هي الفكرة جاية في السياق ده مش إنه آآ لا أو أنه أمان لأ ده أنا بقول فضلا عن آآ آآ طبعا يعني فضلا عن ما أنا لو بابي مقفول أصلا آآ آآ مش هقوله قفله آآ آآ بالزبط كده نوعه مفتوح ده آآ آآ مفتوح لإنه فيه وانس وطمئنينة ومش لكن بالزبط أول ما الشيكة يخدش ما أنا ببيعك وقولك رد بقى بالزبط رد البوابة وبعدين خد بالك إحنا بمناسبة البوابة وبمناسبة النوافذ آآ آآ بتاعت البيوت آآ آآ إحنا عندنا الشكل التقليدي لدرجة حرارة المكان آآ في مصر آآ اللي هو مرتبط بالتلات مراحل اللي هو الشيش عرفك الشيش الخشب آآ طبعا بمراحله آآ والإزاز وبعدين السلك وبعدين الستا عرف أنت أربع خمس فيه شنكلة الشيش وشنكلة الشباك والشيش نفسه بتقدار ترفعيه أو بتعمليه آآ الزبط ده شكل اللي عاوز أقول إيه التفاعل مع درجات الحرارة حرارة الأمارة داخلية بتاعتنا من حاجة واحدة يعني عندي تلوممتر أول ما لقى الشيش متشنكل غير مقفول بزاق غير مصوجر بزاق يعني غير هو تمام بزاق وده على فكرة بالمناسبة ده اللي المصريين يعتقدوا عليه من آآ سنين طويلة ايه وبدأ يحصل شوية آآ تغييرات في هذا العنصر التقليدي الحقيقة بعضه الحقيقة اللي شكل آآ ما بيديش نفس آآ الحالة يعني لما يكون فيه بقى فيه علومتال وفيه بتاعه ويقفل وكذا ومرة واحدة يتقفل يتفتح دي مسألة مش مدية اختيارات كتير وفي نفس الوقت حتى كمان المصريين في عز الشتاء بالمناسبة هو ممكن يشيش ويفتح آآ لكن زمان كده لك هوي البيت بالزبط كده وخلي الشمس تخش آآ كمان في عد أشياء كثيرة في المباني والبيوت فقدت خصوصيتها المصرية فبقينا الشبابيك دي شبه الشبابيك اللي ما عرفش فين ولا فين آآ الجماليات والخصوصيات بالزبط حتى كمان المواد المواد البونا كمان في الريف المصري هي مواد آآ بتديلك درجة دفع يعني دفع في الشتاء وعلى فكرة وطريقة البونا وكان الله يرحمه الدكتور حسن فتحي طبعا القباب القباب اللي هي تعمل تراوة وتعمل دفع وتعمل فكرة القباب وإنها بتدخل أشاعة الشمس وبهنطسها وبنستمتع بيها دي على فكرة نقطة شديدة الأهمية في الحالة يومية للمصريين لسه أكلم حضرتك فيما حدث المصريين برضو في علاقتنا بالشتاء بس خليني أني يوضع الأمثال الشعبية من المصريين استحدثوا مثل أو استحدثوا قول مأثور وكانت عمل فيلم ثم بقى فيه جملة مختصرة مكسفة أنا بموت يا فخري أو من أول من أي حد يسمع من أي حد أنا بموت يا فخري على طول يا أنت تذكر فيلم جاءان البيان التالي ويشعر بالباد هنا المصريين بيصنعوا مثل إن صاحب التعبير أنت صاحب الصنعة قال مثلا أنا بموت يا فخري دي أنا لقيها بعد مئة سنة بعد مثل شعبي أو والله ممكن يعني ما ما أقولك لما يعني فيه كتير من الأمثال الشعبية والمأصلات الشعبية مرتبطة بأسماء يعني ما يقولك علي عوض إيه علي عوض ده واحد كان كذا وقربية كان قد يكون معنا فكرة بس هو بيقع مع التجربة يعني لو المصريين تقبلوا ده وتفهموه وبدأوا يرددوه على وقت معين أه أهلا وسلم يعني أنا بحس أن فيه جملتين أو قولين أنا بموت يا فخري وأول ما نسمعه من أي حد على طول الناس تشعر بالبرد ومتبطلوش يعني أقول النهاردة الشيطة بكرها بأنا بموت يا فخري والجملة التانية أو القول التانية اجري يا مجدي فيه برضه فيلم كده كان اجري يا مجدي مصريين حسيت أنا أني أشهد صناعة قول مأصول أو صناعة مثل شعبي هياخد طبعا قليات وزمن وقد يتراجع وقد يستمر لكن التواتر ده آه طبعا ممكن ممكن أن فيش كلام يعني أنا أقول أنا فيه واحد فيه مثل شعبي أنا مكنتش قريته في المصادر قبل كده بس أظن ممكن يكون مستعدس من فترة من كم سنة يعني اللي هي ولدين وبنية وكفاية عليها آه إيه ده يعني هما يعني هو ده يعني هو دي الخلفة صح يعني آه ده أنا أظن ده مؤلف حديثا آه بس هيشتغل بيشغلوه يعني آه 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 بس ده كمان انتشاره كمان مش كويس أو لأنه تلاتة عالدة كتير برضو طيب دكتور مصطفى أكلت بطاطا بالشوكولات لا 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 على فكرة لو تعرف عني كده أنا ممكن أستقيل فورا ها 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 دلوقتي بيعملوا بطاطا بالشوكولات أيوة فندم ما هو فيه حضرتك ما هو فيه مانجا فيه فيه كنافة بالمانجا بيشغلوه فيه شوكولاتة بالمانجا وعملوا القصب العقل الزغيارة دي آه آه تبعنا زعلت أوي وبعدين راحهم مبدلين أسامي الهدوم يعني آه لما أنا وانا دخل الستوديو لابسة شيء على دماغي شيء آه لو أنا قلت العايز كاب بتاعي آه لما لو قلت هاتو الزعبوت بتاعي كل الناس هتدرق لي مشكلة آه الجيل الجديد طيب آآ بس على فكرة اختلاف الأسماء آه مفيش مشكلة مفيش مشكلة آه يعني لو قلت أي اسمي تاني على فكرة ما وفيه أسماء أجنبية احنا بنقولها من غير ما نعمل على الآيس كريم ده إيه يعني ما كان جيلاتي بس بنقول الآيس كريم ما جيلاتي دي على فكرة كلمة خواجاتي وكلمة خواجاتي أصلا آه وحتى الجرانيتة يعني قصدي كل ما تدار على كلمة بديلة آه طب وأظن الزعبوت نفسه أنا ما ظنش إنها كلمة يعني أنا ما عرفش بس يعني أهلينا أهلينا خلاص آه 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 توطأوا أو توطأوا يعني والاكلوك الزعبوت والاكلوك دلوقتي بقى اسمه ساكت واسمه وارمر واسمه بونتوفلي آه أيوه أيوه يا فني آه بس أنا الحقيقة يعني ها هو شرب السوف استنى يا مصطفى ما نطلع الفاصل دكتور مصطفى تغيير تغيير الأسماء الأشياء آه وعدناها تبقى ليها أسماء جديدة هل يزعجك كخبير في التراث المادي في التراث الشعبي تستشعروا خطر على آه جزء من الهوية أو اللسان أو التعامل المصري ولا تقول عادي على مستوى إن أنا أسماء بتتغير آه لا ما يزعجنش ما يزعجنش لكن المهم التقس موجود آه أقولك على حدوط الغرة في ثواني آه في ثواني يعني كنت عاوز أشتري الكوفية آه كنت في باريس معرفش يعني إيه كوفية بالفرنسيوي وعمل أفتكر وكده فبقول للبنت أنا عاوز أهيد دي فاريتلي آه إيه شرب إيه شرب قلت لها إيه شرب هو كوفية يعني إيه شرب قاريتلي آه ما هو ده إيه شرب يعني بالفرنسيوي طيب ماشتريت خوف تشتريها وطبعا آه يعني في إطار تغيير الأسماء ما بتنزعجش لا 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 لكن لما تبقى البطاطا بالشوكولاتا والآيس كريم بالبطيخ والآ اللي جا عندي دي أنا عاوز بس أقول حاجة مهمة في الإطار ده إن كنت لم تقف عند العربية بتاعة البطاطا دي آه هي بس إنتي مش بتشتري حتة بطاطا وعجباكي وجميلة وسخنة لازم تبقى محروقة وليها ريحة كده بزاقة لا هي الفكرة كمان إيه الطقس إنك وقف عند الراجل ده والراجل وهو بيعمل والعربية دي على فكرة ليها شكل وصنع وفي ناس بيصنعوها والراجل اللي واقف مدف نفسه ده وسعيد جدا 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 مبسوط واحنا حواليه وقفين بيناكل جانبه يعني إيه وفوارقة كده وشقيقها وبيقولونها الأصفر مرديا أنا عاوز أقول إنها الحالة الجماعية يعني هو الطقس الشعبي دايما مرتبط بيه عاوز أقول الممارسات الجماعية مش الفردية هطلع فاصل بس أسجل إن أنا ما بحبش البطاطا المعمولة في البيوت وحب البطاطا المحروقة اللي في الشارع اللي أنا وقفها جنب الراجل اللي لابس جلا بيه صيفي واحنا بنواج يعني هنموت من الساعة هنطلع فاصل يا عام ونرجع نشوف بقية الشتة هيعمل فينا إيه يلا بينا 45 دقيقة من بداية الشتة وإحنا معاكم بنتكلم في كل الأشياء ونتمنى إن كلامنا دا يكون بيدفيكم وبتستعدوا فعلا لبقية الثمانية وتمانين يوم دكتور مصطفى جاد ضيفنا وصديقنا العزيز اللي منوارنا كان عندكم منقد في البلد؟ أه طبعا فعلا؟ على فكرة المنقد دا كمان جوه الدار يعني أو جوه البيت وبره في منقد بره ومنقد جوه ها يعني الأسعة دي اللي بتحط فيها قطر بتقيمة نقعد بره يعني الهوى ساعة تتلع بره عشان تتلع دخانها ولما الأوالح تهمد أيوة وتتجمر كده وتخمر تخش البيت بقى بالضبط كده بالضبط حتى كمان جمع الأوالح نفسها كمان شكل تراصي لأن بتاخدي الأوالح بتاعة الدرة وتفضيها وتعملها عشان تكون جهزة لكده بقى جهزة لسه المنهج يستخدم في مصر أكيد مؤكد لازال يستخدم مخصوصا فيه هقولك مثال زغار جدا الناس اللي هما دلوقتي وإحنا بنتكلم عافية ممكن يكون فيه تلوزيون قدامه مشايفين يعني وقاعدين بره بيت بيحرصه عمارة بتتبني طبعا وقاعدين بره في البرد علشان بيحرصه هذا المكان دول بيولعوا بس دول يقولك بيلهلبوا بسعادة يجيبوا جزورينا وتخشبوا بتاع ويعملوا بقرك الشاي عليها في الراكية وتمام بالزبط كده عفكرة بيبقى أحلى شاي في الدنيا جدا يقطوا السكر ويعودوا يغلوا الشاي مع السكر ويزودوا مية شوية بشوية ويديك حبة في الخمسينة كحل بس ينزلوا يجلوا الدنيا بعد كده لا تقوليلي بقى بصي ده أصدالة صحة وأصدالة هو حلو وزي الفل وجميل الأجمل كمان في الواحات مثلا أبو مردم طبعا لسه كنت بتكلم فيه والله خروف اللي بيدفن في الأرض ويتولع من تحتين وستوي في الرامل شكل من أشكال التسوية الرائع جدا جدا والمصريين مبتكرونه وبيطلع أكل غير عادي الأكل اللي موجود كمان في الفخار اللي هو فخار ده بيعمل درجة حرارة رائعة جدا يعني بس تعالي نلجع للتك نلجع للدفيات اه للدفيات احنا كمان مش كل الناس عندها القدرة على أنها تجد يعني عاوز أقول إيه دفاية أو تكييف سخنة أو حتى كمان الدفاية اللي هي الجاش أو دفاية شامع أو اه 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 يعني احنا من زمان كنا حتى مجرد ان احنا نولى على المجور ايوه كنت هكلمك في الموضوع اه ونحط عليه شيء او نوع عديم ونتكلم وكده ده في حدي كان إيه اللي بيدفي نار الوبور الوبور ولا الوش يعني أنا سمعت من الناس كتير يقولك صوت الوبور والوش بتاعه بيدفي دي حالة نفسية جمعية حالة نفسية طبعا مفيش كلام مفيش كلام اه طبعا والحرارة اللي بتطلع دي مع مع النقنا كلنا عاديد خد يبالك يقولك النفس يقولك النفس اه متكومين متكومين مع بعض دي دي حالة رائعة جدا حتى كمان الماصرين في الليلة رأس السنة وإحنا على أبواب قعاد الميلاد كل سنة ومصر كل سنة وحضرتك طيب وكل مصرين بخير يقولك ايه هتقدي فين رأس السنة بممناسبك بقى المأسورات الجديدة يعني اه فيقولك اه في الايه في جزيرة القطن او البطانية كلام او البطانية يعني يعني فكرة ان انا لا لا انا قاعد مو متكمن تحت البطانية اه بس على فكرة كل اللي قاعد تحت البطانية ومتدفي ده اه يعني لو احنا اربعة خمسة يعني في مكان واثنين قرروا ان هما يخرجوا النهاردة ايه ويرجعوا يرجع يقولك ده الجوه بره رائع ده الجوه بره جميل ده بيشبر نفسه عشان بيرد بس هم ولما بيخش البيت الدفق دفق الشتاء اول ما بتقفل الباب على المقصول احنا قدنا من شوية اقفل البوابة اه اقفل البوابة لا الحالة الدفء اللي موجودة في البيت حتى كمان دي اللي بتعمل علاقة نفسية بينك وبين المكان اللي انت عايشة فيه الوابور ووش الوابور ده مهم جدا طبعا المنقد على فكرة كمان الكلوب والمنقد باع كمان لازم يعني الشيء يذكر ولو اني هعترف اعترف خطير على الشاشة ان احنا كنا لما المنقد بيخش جوه البيت كان وابناكل سفندي فكنا ناخد بزر السفندي وقشر السفندي ونرميه من وراء اهلينا الكبار في المنقد فيطلع ريحة فيقوموا مين اللي رمل بزر في المنقد احنا كلنا ابرياء كلنا ابرياء انا ده قلت ابوي تلاقي بيسمعني ايو 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 اعترف بعد ستين سنة اني احنا اللي كنا بني لوي بزر ال السفندي اه وكنا نظن انه بيعمل ريحة لطيفة. ايه. جزء برضو من الدفع. ايه. ده صحيح. ده صحيح. وعلى فكرة حتى الان كمان. تعالي كمان مع التطورة الحديث. ايه. هلأ فيها حاجات كتير ممكن يكون مستغنين عنها. لكن هتكتشفي انه المطبخ المطبخ المصري لما الام او سيدة البيت بتطبخ في البيت هتبص هتلاقي كتير قوي من يعني من الاسرة يعني. بيخش الشاركو بيش للمشاركة. عشان الوقت دفع. اه بس. اه. انا كنت عايزة اقول لحضرتك ان برضو المصريات لا لا عندي وبور ولا عندي دفاية ولا عندي منقد ولا عندي حاجة. فكرة شوي شوية بطاطا في الفرن. اه. فالفرن يدفي المطبخ والمطبخ يدفي البيت. فتتحقق الاغراض المختلفة. نعم. وكل يخش بقى يلقط. اه. ها. بس واقف في الدفع. انت عارفة حياتي كل اللي بتقولي ده. اه. احنا عندنا في دراسات الفلكلور. بنعمله حاجة اسمها دليل جمع ميداني. ايه. يعني بنكتب اسئلة معينة للناس في كل بيئة ثقافية. انتو بتعملوا ايه فيه كادوات تدفئة. تمام. فهتلاقي اكتر من حاجة واكتر من شكل. وبيدوا نفس الكونسبت اللي هو اه. ازاي ان احنا نحصل على درجة اه حرارة. بحيس انه الدنيا تكون اه. اه. وبعدين. احنا كمان ملامح الوش وملامح ازي. وشكل ازيقنا التقليدية. التقليدية فيه. انه زي ما قال الدكتور. انه الودان. التلفيعة. اه. والا والا. يعني احنا كمان لما كنا في الخدمة العسكرية كان اهم عاجة. واحنا واقفين ان احنا بنغطي المنطقة بتاعة الودان دي. ايه. فيبقى معظم الجسم خلاص. بقى زي الفل وتمام. دكتور. اكلات كتيرة جدا. اه. مصرية مرتبطة بالشتة. انا لو انا بشتغل وبحاول احضر عشان يعني اصفض مع حضرتك. بقيتش فهم. الاكلات دي مازالت موجودة والمصرين مازالوا عارفينها ولا لا. قال لك السخينة. المفروكة. المخروطة. يعني فيه المفروكة وفيه المخروطة. وفيه. والمخروطة يقال عليها فيه اشياء اخرى شعرية بس شعرية يا دوي. وفيه العصيدة. وفيه المسرودة. انت عارفين الكلام ده يا جماعة. المسرودة. لا قدامكم دقيقة ازاي? وانا ساعتي بازت ولا ايه? على عشان. طيب. الاكلات القديمة دي في دقيقة عشان فضل لنا دقيقة. هل مازالت موجودة في بيوتنا وهي قادمة من تراث قديم ولا اندسرت وابتنسر؟ لا طبعا الميدان التراثات الميدانية بتقول انها لازلت قد تكون اقل نسبية لكن ما انت عارفين انسيت الويكة مثلا. الويكة طبعا. وفيه حاجات بالمناسبة في الاكلات دي. حاضر. حاضر والله لازم يعني. نقفل. اه. بس انا عاوز اقول ان احنا في الشتاء بنخزم بنعمل مغزون جوه البيت علشان هزي الاكلات تكون في اي وقت نعملها. حنا نعمل حلقة تانية عن الاكل في الشتاء. ده ضروري بقى. اه. اه. وقتنا الجميل خلص. اه. اه. وطلعنا من الحلقة جعانين جدا ومتدفيين جدا بوجودكم بمتبعدكم بوجود دفنة العزيز اللي منورنا الاستاذ الدكتور مصطفى جات حالتك نورتنا. ر بما يخليك. واتنورناك كل مرة. ولازم يبقى لينا لقاء عن الاكل في الشتاء. وقتنا خلص. وبدأنا في الشتاء. واتدفوا كويس. وصحابتكم سعيدة. واشوفكم على خير في حلقة جديدة من افتح باب قلبك. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة